موسيقى السلام عليكم ورحمة وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة الجمعة من ساعة صباح وفيها موسيقى وقفات مع سيرة الإمام الراحل محمد الغزالي في ذكرى مولده المئة ولماذا أطلق عليه أديب الدعوة ومناهض الغلو والاستبداد موسيقى بين فترة وأخرى يبعث الله لهذه الأمة في مكان معين وزمان محدد رجالا يجددون لها دينها ويقومون بأدوار لازمة لحفظ وجودها وبقائها ويبقى تراث هؤلاء الرجال جزءا أساسيا من المنتج الحضاري للأمة الإسلامية ككل ومن بين هؤلاء أديب الدعوة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وعرف الشيخ الذي مرت قبل أيام قليلة ما أتعام على ذكرى مولده وعرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي ومناهضة التشدد والغلو في الدين كذلك ناهض الرجل الاستبداد السياسي وفساد الحكم ودفع ثمنا من حريته لانتقاداته لبعض الأنظم الحاكمة في العالم الإسلامي والغزالي الذي تميز بأسلوبه الأدبي البليغ والمبسط في أن واحد له عشرات المؤلفات والمقالات والأبحاث العلمية من بينها السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث عقيدة المسلم فقه السيرة الإسلام والاستبداد السياسي ونحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم وفي حلقة اليوم من ساعة صباح سنتناول شخصية الشيخ الراحل محمد الغزالي وأبرز محطات حياته كما سنعرض كذلك لأبرز منتجاته العلمية لكن دعونا نبدأ بهذا التعريف المختصر عن الشيخ الغزالي أديب الدعوة محمد الغزالي عالم ومفكر إسلامي مصري عرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي ومناحضة التشدد والغلوي في الدين تميز بأسلوبه الأدبي الرصين في الكتابة واشتهر بلقب أديب الدعوة ولد بمحافظة البحيرة بمصر في الخامس من ذي الحجة من عام 1335 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من سبتمبر من عام 1917 للميلاد حصل على الثانوية الأزهرية في عام 1937 ميلاديا والتحق بكلية أصول الدين في العام نفسه نال العديد من الدرجات العلمية وتدرج في العديد من الوظائف الدعوية عمل أستاذا في عدة جامعات بالجزائر والسعودية وقطر توفي يوم السبت العشرين من شوال من عام 1416 للهجرة الموافق للتاسع من مارس من عام 1996 للميلاد في الرياض جاءت وفاته أثناء مشاركته في مؤتمر حول الإسلام وتحديات العصر دفن بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة والتي تمنى أن يدفن فيها له عشرات المؤلفات والمقالات والأبحاث العلمية ومن أشهر كتبه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث عقيدة المسلم فقه السيرة الإسلام والاستبداد السياسي نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الأستوديو الدعية الإسلامية الدكتور محمد الصغير وله دراسة علمية في فكرة الشيخ الغزالي أهلا بك شيخ محمد وجميل أن نلتقي بك في الحديث عن الشيخ محمد الغزالي أهلا وسهلا بكم في البداية لماذا اخترت الشيخ الغزالي لرسالة الدكتورة الخاصة بك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الأمر بدأ من أحد كبار أساطين العلم في الأزهر وفي الدعوة الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري رحمه الله وهذا أحد كبار تلاميذ الإمام البنة أيضا رحمه الله كان الشيخ البري ونحن في كلية الدعوة قرر علينا مؤلفات لمولانا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي فبدأنا نتعرف والشيخ القرضاوي بيهتم كثيرا بإبراز جوانب العظمة في شخصية الشيخ الغزالي ثم الدكتور البري أيضا كان حريص على أن يربطنا بهذه المدرسة الطيبة فقرر علينا كتاب من كتب الشيخ الغزالي ونحن في مرحلة التمهيدي للدراسات العليا في ردود الشيخ محمد الغزالي على جلد تسيار المستشرق المجري كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ثم كانت هناك دعوة من الشيخ القرضاوي دعاها بعد وفاة مولانا الشيخ الغزالي قال بالنص كده في مقدمة كتاب له الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن قال أتمنى أن يوفق الله تعالى أحد أبنائنا من طلاب الدعوة وذكر كلمة الدعوة أجراها الله على لسانه لينشر علم الشيخ ويكتب عنه فوافقتني هذه الدعوة المباركة فكنت أول من كتب عن الشيخ الغزالي بعد وفاته وأصابت هذه الدعوة كثيرين من طلاب العلم والباحثين بعد ذلك نعم طبعا بالكتاب الغزالي كما عرفته كتبه الشيخ ريوسف قرضاوي في حياتي الشيخ الغزالي وكان مع الشيخ الغزالي الكتاب حين وفاته المنية في الرياض سنتحدث عن ذلك لكن ننوه مشاهدين الكرام إلى أننا نتلقى مشاركتكم واسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتها الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البسط الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشرة وأنتم أيضا مدعوون متابعين أن تشاركون هل سبق وطلعتم أحد كتب الشيخ محمد الغزالي أو مقالاته إن كان الأمر كذلك أرسل إلينا أكثر ما أثر فيكم من كتاباته أو مواقفه وذلك عبر صفحتها الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر طيب فضلت الدكتور الشيخ محمد الصغير يعني دائما البدايات قد تتشابه يعني الشيخ الغزالي حافظ القرآن الكريم عن ظهر القلب ثم بعد ذلك بدأ الدراسة في التعليم الديني ثم الأظهر هذه المسيرة صارها كثيرون لكن المنتج النهائي اختلف الشيخ الغزالي مختلف عن غيره لماذا اختلف الشيخ الغزالي عن غيره؟ وطبعا لا سيامة أنه أمثال مولانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله من رحمات الله التي تظهر على مر الزمان ومن مجدد الدعوة ومن مجدد الحركة الملمح المهم اللي هو ربما بدأ يغيب الآن حلقة تفضلت أنه هذا الطريق طريق العظماء اللي كان يبدأ بالكتاب لذا منعت الكتتيب كان يبدأ بحفظ القرآن لذا جففت هذه الينبيع كان غالبا ما تكون المخرجات قوية وكبيرة مثلا كان يندر أو قد يكون شيء من عدم أن تجد أزهريا خطه ليس جميلا لأنه على الأقل وكتب القرآن بيده في الكتاب عدة مرات واحد كتب القرآن بخطه جميعا وكذلك اللغة بتكون لغة قرآنية لكن الملمح المهم الذي نفتقده نحن الآن نتحدث عن الشيخ محمد الغزالي أنه اكتشاف القائد القائد الحقيقي هو الذي يكتشف الخليفة من بعده الذي يكتشف من سيقود ويكمل المسيرة من بعده هذا موجود أيام طالوت وظهور داود في جيش النصر بعد ذلك الإمام البنى رحمه الله أول من قال له أنت إمام وسر أمامنا كان إمام الدنيا في هذا العصر هو صاحب مدرسة المنار فضيلة الشيخ المجدد محمد رشيد رضا لما ذهب إلي الإمام البنى وهو مدرس في أوليات حياته وقال له سقطت الخلافة وأنا عندي مشروع لاستعادة هذه الخلافة فقال له أبصرت الحل فأنت الإمام مش قال له إزاي يا ابني وأنت من تلمزنا وأنت لسه وأنت عملك صغير كذلك نفس الأمر تكرر مع الإمام البنى رحمه الله لما التقى بالشيخ محمد الغزالي والشيخ الغزالي كان مازال طالبا في أول حياته فقال هذا أديب الدعوة الكلمة التي قالها الإمام البنى عن الشيخ الغزالي في أول حياته هي التي رافقت الشيخ الغزالي إلى مماته أديب الدعوة وكان فكر البنى أنه يندر أن تجد دايما الأدباء بيبوا كلامهم جميل ومنمق ولكن في الشعر والنسر والأدب والفن والمسرح وغالبا ما تكون لغة العلماء بيكون فيها الجزالة بعيدا عن الرقة لكن أن يجتمع في شخص واحد أن تقرأ كلاما في الشرع والدين وأنت في نفس الوقت بتطالع مقطوع أدبية رائقة هل ده موجود عند محمد الغزالي رحمه الله ربما تماشى مع أيضا الشيخ سيد قطب يعني كان أديبا عظيما طبعا أجل الشيخ سيد قطب أفق في هذا المجال في أفق أفق عالي يعني في هذا المجال أستاذ كبير كما ينضم إلينا من صنبول الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ الفقه المقارن وفقه المقاصد أهلا بك دكتور وصفي في البداية لو أحببنا أن نصف شيخ محمد الغزالي هل نصفه بالمجدد الأديب الإمام يعني ما هو أفضل وصف لي وصف الشيخ محمد الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه بعد أحييكم يا أستاذ مجاهد على هذه الحلقة المهمة التي تتحدث عن مآوية الشيخ محمد الغزالي مائة عام على ميلاد هذا الإمام العظيم والمجدد والمفكر والداعية والأديب تأتي هذه الحلقة أنا لست أستاذ فقه مقارن مقاصد الشريع الإسلامي هذا العصر الذي نحياه الآن هو عصر الهجوم على ثوابت الإسلام عصر المسارعة في التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن ثم يأتي الحديث عن الشيخ محمد الغزالي له طعم خاص وله أهمية خاصة هذا الرجل الذي يعتبر من أهم الشخصيات الإسلامية في القرن العشرين على مستوى الفكر الإسلامي وعلى مستوى الدعوة الإسلامية وعلى مستوى الحركة لهذا الدين وعلى مستوى حمل هموم وقضايا الأمة الإسلامية في كل مكان وعلى مستوى التعامل مع القرآن والتعامل مع السنة النبوية والتعامل مع السيرة النبوية والتعامل مع التزكية والتصوف والتعامل مع قضايا المرأة الشيخ محمد الغزالي أنا أعتبره صاحب مشروع فكري متكامل عن الإسلام العظيم قدم الشيخ محمد الغزالي ما قدمه في العقيدة في الأخلاق في القرآن في السنة في السيرة في الفكر في الدعوة في ضد الاستبداد والزحف الأحمر ضد ما بثه المستشرقون من سموم في القرآن والسنة فالشيخ محمد الغزالي أقام الحجة وبلغ الدعوة ودفع الشبهة كل هذا بأسلوب عظيم ولغة جزلة جذابة مسبوكة واضحة قريبة حية الشيخ محمد الغزالي أبرز ما يميز الشيخ الغزالي أنه صاحب فكر حي خرج هذا الفكر من رحم المعاناة كتب ما كتبه بعصارة فكره ودموع عينيه وذوب قلبه وعطاء روحه وحمله للهم لقضايا هذه الأمة فجاءت كلماته معبرة مؤثرة مغيرة بما يحقق المقصد العظيم للشريعة الإسلامية وهو بسط هذه الشريعة لسلطانها على قضايا الواقع وعلى هموم الأمة وعلى توفير رؤى وأحكام ويعني أشياء دكتور واصفي بالطبع واضح من حديثك وعالي قضايا المسلمين في كل مكان دكتور واصفي واضح من حديثك ومن حديث الشيخ محمد الصغير يعني كم الحب والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الغزالي بل يعني نرى ألفاظكم تتشابه مع ألفاظ ما كتب الشيخ محمد الغزالي نتوقف الآن مع استعراض لأبرز مواقف الشيخ الغزالي من القضايا التي كانت مطروحة على الساحة حينها واشتبك معها حتى أنه دفع ثمن بعض هذه المواقف من حريتها المزيد في التقرير التالي قرن من الزمان لا أقاتل أبداً لإكرار مناساً قرن من الزمان مر على ميلاد العالم المجدد أدي بالدعوة الإسلامية ومناهض الاستبداد الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي ولولا هذا السبت الذي لف الله به نفسي وكياني تحتضح كان للشيخ مواقف مشهودة تسببت في ندرة ظهوره الإعلامي في مصر رغم غزارة عطائه الفكري والعلمي كما اعتقل في عهد الملك فاروق والرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع تزايد مد القومية العربية في العهد الناصري وقف الشيخ موقفا فكريا مغايرا العرب لا كيان لهم إلا بالإسلام ولا رسالة يحملونها إلا رسالة الإسلام أعنفت تحت مسجد مع عبد الناصر مكتوب فيه مسجد قاهرة بطل القومية العربية قاهرة تطار السلطة القطس ده بالقطس داخل ليه في القومية العربية اشتهر الشيخ الغزالي بمواجهة الاستبداد ويعتبر كتابه الإسلام والاستبداد السياسي علامة فارقة في هذا المصار الذي جعل اسمه بغيضا للجهات الحاكمة أول كتاب ألفت في حياته كان الإسلام والأبطال القصادية وبعدها جاء السلام والاستبداد السياسي حربت الفراعنة حربت الإقطاع ولكن الذين كنت أحاربوا من أجلهم ترقوني وحدي وجه الغزالي انتقادات لاذعة للسلطة العسكرية الحاكمة عقب هزيمة يونيو عام 1967 إنما وقع من هزائل ليكن إنكار ولكنه لم يكن هزيمة للجيء ولا للشعب إنما كان هزيمة لعصابة من الناس وقعت أزيمة الحكم في أيديها فآت الله ورسوله لكنه كان ممن استنهض الأمة كي تستعيد البوصلة وعندما عبرت في حرب أكتوبر عام 1973 كانت له رؤيته الاحتفائية لكن عصر السادات الذي حمل في بدايته تسامحاً مع الإسلاميين لم يسلم منه الشيخ الذي لا يعرف في الحق لوم تلائم انتقد قانون الأحوال الشخصية الذي استهر حينها بقانون جهان السادات فمنع من الكلام وصودرت كتبه هذه المقترحات ستصدد صدها في المجتمع المصري وتخريباً ونفعاً نطاق في الأخلاف والتقاليد التي نتعالش بها عاش الرجل مخلصاً لدعوته غير عابئ بمناصب يتزلف من أجلها إلى الحكام صاحب دعوة لا يعنيني بتة أن يخاصمني الناس فيها وإنما يعنيني أن أتعامل وإياهم بالعدل هذه المواقف وغيرها ظلت علامات فارقة في تاريخ الدعوة والداعية الذي وافته المنية في مارس من عام 1996 ودفن بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق وصية أوصى بها بعد حياة ملؤها الجهاد الفكري والعلمي وخدمة الدعوة الإسلامية يعني هذه ملامح سريعة بالطبع الشيخ الغزالي يحتاج إلى حلقات وليس حلقة ولكن الشيخ محمد صغير الحديث حول الحرية في فكر الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي قال في الكتاب الإسلام والاستبداد السياسي تقريبا هو في منتصف العشينات وقال أن الحكم الاستبدادي تهديم للدين وتخريب للدنيا هو حقيقة قضية الحريات والحرية لأنها معلم من معالم هذا الدين وكانت هي قضية الشيخ الغزالي الكبرى والأولى لأن وجود المناخ الحرية سيكون الإسلام موجود لذا هم بيحاربوا الوجود الحرية في أي بلد في إسلام لأنه معروف الحرية ستساوي إسلام مباشرة لذا الشيخ لما كتب الإسلام والاستبداد السياسي وهو في هذا الوقت هو ما كتبه هو تكلم به أولا الشيخ الغزالي لما أعتقل في أول مرة في حياته في أيام الملك وذهب بهم إلى سجن الطور فكان هو إمام الترويح يصلي يقرأ بهم جزء ثم هو الذي يعطي الخطرة والذي يعيش في المجتمع الإسلامي أو يعرف حركة زي الإخوات المسلمين لما يكون الشيخ الغزالي في هذا الوقت وفي هذا العمر والذي يعطي الخطرة يوميا وفي الصفوف أمثاله بل فيهم أساتذة له لكن الشيخ الغزالي كان نسقا مختلفا فريدا وبالمناسبة الشيخ الغزالي كان مسؤول عن الصلاة والترويح والأستاذ الشهيد محمد مهدي عاكف كان هو مسؤول عن طبور الصباح والرياضة سنة تسعة في سجن الطور أيام الملك فاروق فالشيخ الغزالي يحدثه كل يوم في الترويح خاطرة الترويح عن الاستبداد السياسي وعن أثر الاستبداد السياسي على الإنسان على الأمة على المجتمع القصة لها طرافة لما خرر الشيخ الغزالي كلما التقى به أحد من رفقاء الطور قالوا له يا مولانا اكتب لنا يعني ما قلته عن الاستبداد السياسي اكتبه فيه كتاب فكان يتعلل ويعتذر ويقول له بهذه طبيعة المكان أكان جو إيماني ده الترويح ده طبيعة الطور وكان يقول نحن في مكان تنزلت فيه الرسالات وخرجت منه النبوات ده مش سجن ده احنا عند جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى لقد جاء ربنا بنا إلى هذا المكان المقدس لنعد فيه ونربع مع الإلحاح الشديد أحد الإخوة الأفاضل من زملاء الشيخ الغزالي قال له جرب يا مولانا جرب أن تكتب لو وجدت أنك بتكتب نفس الكلام الذي كنت تحاضر به في خاطرة الترويح أكمل لو وجدت ذو الأمر كما تقول أنه طبيعة الزمان والمكان والظرف يبقى خلاص يقول فانشرح صدري لذلك فبدأت أكتب فيقول بدأت أكتب وكأنني أسمع ما كنت أقول سبحان الله يعني كأنه بيسمع ما قاله فكتب الكلام الذي كان يقوله هو هو فجاء كما هو بشهادة من سمعوه ثم قرأوه ويعتبر من أجمل ما كتب الشيخ محمد الغزالي بل له كتاب تأملات في الدين والحياة يعني كتبه وهو طالب ربما طبع بعد ذلك لكن سبحانه الله العظيم الذي يقرأ كتابة أبولات في الدين والحياة الذي كتبه الغزالي وهو طالب في أصول الدين ستجد هو الغزالي فكرا ولغة وعمقا وسبقا وصدقا نفس الغزالي بتاع 1990 لما كتب الكتب التي كتبها في التسعينات الشيخ الغزالي بشر له جهد مشكور ومأجور يخطئ ويصيب له وعليه كعادة البشر نحن فلا أصم إلا للأنبياء لكن يبقى مدرسة الشيخ محمد الغزالي لبا وقد قد حدث نوع من الخلاف بينه بين الإخوان المسلمين وسبحان الله هذا من أقدار الله لأن الشيخ محمد الغزالي الآن إذا صنفت مدرسة كمدرسة الإخوان المسلمين ومدرسة كمدرسة كذا الشيخ محمد الغزالي لا يعد شخصا وإنما يعد مدرسة من المدارس فهذه النقطة أسأل الدكتور وصفي عن يعني الشيخ محمد الغزالي دكتور وصفي والحديث حول الإخوان المسلمين يعني كيف استفاد الشيخ محمد الغزالي فكريا من الإخوان وكيف استفاد الإخوان من الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي طبعا يعني كان الانتمائه للإخوان المسلمين دور في توسيع مداركه وفي اتساع آفاقه وفي عمق نظراته وفي حمله لهموم الأمة واشتباكه مع الواقع وهذه القضايا المختلفة التي يكتسبها الإنسان من الانتماء للحركات العاملة المجاهدة للإسلام وطبعا بطبيعة الحال استفاد الإخوان من الشيخ الغزالي يعني كمفكر كداعية ككاتب يمشي الشباب والشيوخ على ضوء ما يكتب ويتزودون بالزاد الذي يقدمهم له ما يكتبه في القرآن في السنة في الفكر في الدعوة في الحركة في المواقف المختلفة في التعاطي مع قضايا الأمة ومعالجة مشكلاتها فكان الشيخ الغزالي لا شك في عصر غيب فيه الإخوان في السجون كان الشيخ الغزالي هو هذا القلم السيال وهذا اللسان الحاد وهذا السيف المشهر على أعداء الإسلام من العلمانيين ومن الشيوعيين والاشتراكيين واللادينيين فكان الشيخ الغزالي صوتا واضحا ظاهرا قويا في الساحة استطاع أن يملأ الفراغ الذي خلفه اعتقال وتغييب الإخوان المسلمين أنا أريد أن أقول أيضا أن الشيخ محمد الغزالي يعني هذا الفيديو الذي عرض قبل قليل الذي يبين ربانية الشيخ الغزالي وروحانية الشيخ الغزالي سمعناه يقول القضايا التي كنت أحارب من أجلها اكتشفت أن الناس الذي كنت أحارب من أجلهم تركوني وحدي وقال إنني لا يهمني أن يخاصمني الناس وقال في فيديو آخر مشهور أنا كل ما أرجوه من الله أن ألقاه وأنا أتصبب عرقا في خدمة دينه فهذا الشيخ هذه الروح هذه الربانية هذه النورانية هي التي جعلت الشيخ الغزالي يستمر في طريق هذه الدعوة ويتحمل راضيا محتسبا كل ما يلقاه من لأواء ومن إيذاء ومن ابتلاءات ومن إبعادات من مصر وخارج مصر استمر الشيخ الغزالي على هذا الطريق ولقي الله سبحانه وتعالى في مؤتمر الجنادرية في الرياض نعم سيد حدث عن وفاته وينافح عن الإسلام وكانت خاتمته هي أندفن في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم طبعا لوفاته الشيخ الغزالي موقف سأتحدث عنه لكن مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش وتعرف على تعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي كنا قد سألناكم عن أكثر المواقف أو المقولات للشيخ الراحي المحرمي محمد الغزالي والتي أثرت في شخصياته وقد وردنا عدد من التعليقات نستعرض بعضا منها ونبدأ من صفحتنا على الفيسبوك حيث يقول على كمال طلعت الكثير من كتبه منها ما هو لتهذيب النفس مثل جدد حياتك خلق المسلم ومنها ما هو في الفكر مثل الإسلام والتقاط المعطلة وأيضا كتاب عقدة المسلم وفقه السيرة قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ينبغي قراءة كتبه بطبع أمال كتبت كل ما قاله مؤثر قرأت سلسلة خطبه اقتبست من الجزء الخامس هذا النص هذا كلام الشيخ الغزالي إن الأفق الضيق شر على صاحبه وشر على المبدأ الذي يحمله وشر على العقيدة التي ينقلها إلى الناس ونحن نريد أن نكون على مستوى الدين تعليق آخر أحمد المياسو يقول من أشهر مؤلفات عقدة المسلم في قسيرة الاستعمار كان شيخا جليلا رحمه الله محمد مصفى كتب أيضا هذا تعليق كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث من أقوى كتب شيخنا محمد الغزالي أبو معاذ كتب كتاب جدد حياتك وخلق المسلم من الكتب الرائعة في تهذيب النفس وتقويمها آيات محمد كتبت كتاب قذاف الحق ظلام من الغرب جدد حياتك أيضا أبو محمد كتب كتب الشيخ كثيرة وعجبني منها الإسلام والسياسة والسيرة النبوية هادي الحمصي يقول فلما استيقظ المسلمون أخيرا وقراروا العودة إلى الإسلام في عقائدهم وشرائهم بدأوا يجرون الحقيقة من ذيلها لا من رأسها ويطلبون عودة الفروع قبل الأصول وينادون بتطبيق القصص والحدود وغيرها قبل أن يطمئنوا هذا كلام الشيخ محمد الغزالي الحسن بن علي يقول من الكتب هموم داعية قذائف الحق دستور الوحدة الثقافية جدد حياتك المحاور الخمسة ولا أدري أي كتاب من كتب الشيخ هي أروع من الآخر كلها نافعة طيبة وأسأل الله أن يوفقه من متابعة نشرها لتعميم نفعها تعليق آخر من مصطفى خليل عالم عاصره حباه الله بالذكاء لتحليل النصوص كيف لا وهو ينتمي إلى مدرسة فكرية معلمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال كتب كتاب هموم داعية وفيه جملة في كتاب هموم داعية يقول الشيخ الغزالي إننا نحارب من أجل الأرض واليهود يحاربون من أجل التلمود ونجمة داود وما قال إذا رأيت غنيا يقول الفقير اصبر فإنه يقول له اخضع للذل والانكسار أما على تويتر فيقول أميدا فقه السيرة ونظرة متعمقة ومختلفة لسيرة نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتاب رائع ككتب باقي كتب الشيخ الغزالي قناة تقرير كتب أعترف أني أدين له التأثير الكبير في تفكيري وفهمي الواقع بعمق رحمه الله من أروع كتب في نظري الإسلام والاستداد السياسي وكتاب كيف نتعامل مع القرآن أفيق بني قومي كتب أكثر ما أثر فيه من كتابات الشيخ عاطفة الجياش بالإيمان وجسارته في الدفاع عن الإسلام وشجاعته في مقاومة الخرافات محمد مصفى يقول من أفضل كتبه نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم فريد أيضا كتب أن كل كتبه رحمه الله تعالى كنوز وأخص منها كتاب كنوز من السنة أراه يكتفى به لمن أراد بعد القرآن كفاية عامر كتب شيخون الجليل الغزالي تعجبني بساطته ورزانته وعلمه الكثير رحمه الله تعالى سالي كتبت كتاب جدد حياتك أنقذني من بداية حالة اكتئاب بسبب عدم حصولي على وظيفة كتاب جدد حياتك في تعليق آخر كتاب معركة المصحف من أجمل ما قرأت وكتاب السيرة النبوية له أسلوب مميز رحمه الله وأيضا تعليق لمحمد إن من أكبر الخيانة لدين الله أن نهتم ونختلف على فروعه بينما أصحاب الباطل يجتثونه من الجثور طبعا نعود بهذه الأسئلة والتعليقات لضيفنا الكرام الشيخ محمد غزالي يعني للحديث عن الجوانب الإنسانية قبل الحديث عن هذه التعليقات الحديث عن الجوانب الإنسانية في حياة الشيخ الراحل محمد غزالي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي وزوج ابنة الشيخ الراحل محمد الغزالي أهلا بك أستاذ محمد حديثنا عن الجانب الإنساني كيف كان الشيخ محمد الغزالي حمى كيف تصفه كان حمى رقيق كان حمى شديد كيف كان يتعامل معك بسم الله الرحمن الرحيم أولا نش属 محمد عبد القدوس محمد عبد القدوس نعم محمد عبد القدوس عن منا أهلا بيك من فضل محمد عبد القدوس ده إسمك وعاما أما ما يواجه الشيخ الغزالي من ولم نظري أنه هو داعية داعية داءية وده تجد هو مربي وطبعا وخطيب وكاتب وكل حاجات دي بس الدعاء ده لا تجده إلا قليلا هو كان لما أنا تزوجت من بنت الفضيلة الشيخ قالك إزاي أسر أحسن أنت كنت نوصها تعمى أسرك الغزاج ده كانت نعمة وفضل علينا كبير جدا جدا لأنه هو فضيلة الشيخ كل أسرة كل أسرتنا وقضائبنا أرابوا من الدين أرابوا من الدين بسبب الشيخ غزالي كان يوم معهم وكان دايما بترك أسئلتهم يعني يعرف يجزب يعرف يجزب إزاي غير متدين للدين يعرف يعني هو والدي مثلا كان يعني تلقى آه يا متدين بيعرف ربنا كويس بس له أسئلة كتير قوي له أسئلة كتير قوي عن الدين وكده مين كان يجاوب عليها ما فيش هو غير واحد هو الشيخ غزالي فكان هذا الزواج نعمة علينا طبعا كان نعمة الحامة يعني الشيخ غزالي هو أهم حاجة فيه إنه هو يعني ما يقوله يصدق يصدق يعني هو ما يقولش كلامه وبعدين حياته أنا اخترت به مدة تقرب من عشرين سنة يعني رحلت إنه هو كل كلام بيقوله بيتطبعه في حياته أولا بيتطبعه في حياته أولا بيدي حرية لأولاده آه إنسان رائع جدا بالنسبة للمرأة المرأة لأتعلمت من شخص زي كي قال هو زكتور مرحومة سيدة أمينة كوتا كان حاجة دي لأوي عنده أوي أوي يعني 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 كل تعليم الشيخ غزالي هو كان يقول باقتصار تعليم الشيخ غزالي رأيته في حالة الشخصية طيب أستاذ محمد فيما يخص معارك الشيخ الشيخ كان له معارك عديدة فكرية ويعني مع جوانب مختلفة يعني كيف كانت هذه المعارك وأثرها على حضرتك وعلى أصدقاء حضرتك وعلى أحرك كاتب صحفي محترم ومرموك ولك علاقات كثيرة أيها ويمكن تقسيم هذه المعارك إلى جانبين أساسيين يعني جدا طبعا الموقفه من العدو الإسرائيلي كان واضح وضح الشمس والموقفه من استعمارة الصليب كان واضح وضح الشمس في البصنة وغير البصنة لكن المعارك الأساسيلي كانت تنقسم إلى قسمين القسم الأولاني اللي هو العقلية التسايد والتقاليد الشرقية القسم الثاني التقاليد الواحدة من الغرب أو عقلية الخواجة يعني هما الانتين دول كان أعداء الشيخ وهم الانتين دول ما أزلوا إلى هذه اللحظة بكرة الشيخ اللي هو العقلية المتشددة العقلية المتشددة التي ترى القوامة إن رجل سيد بيته إن رجل سيد بيته وإن المرأة عليها أن تخضع أن تخضع له تطيع أمره وتسمع كلامه والعقلية التانية عقلية الخواجة اللي عايز المرأة تاخدهم بيته خالص المساوية العقلية المجرية التواجدية لا تجوّل مّنساوية يقول لك المساوية ده يعني موضة غربية أو أو ببتعة من الغرب يعني والطول غربي يقول لك لأ المساوية ده يعني المرأة دي رضا في كل حاجة في كل حاجة حتى إنه ممكن انت قاتل وممكن أنت تعمل أو في كل حاجة وفيش حاجة اسمها سdert مرأة المرأة المنزل مملكة المرأة قال لك ده كلام شرقي فالمساواة دي مين اللي أقدمها حقا هو الشيخ بعيد عن عقلية الخواجة وبعيد عن التقاليد الشرعية فهو ما دول أعداء الأساسيين هو ركز في كناباته صوصا في الأواخر على العقلية المدشرة الدين لذي رقام أساوي الدين أكثر من الناس سؤال أخير لو أردنا أن نقول أي من كتب الشيخ يعبر عن الشيخ بشكل عام يعني كل كتبه بتعبر عن أفكاره لكن ما هي أقرب الكتب إلى أفكار الشيخ محمد غزين كل كتب تعبر عنه هو أكثر الكتاب يعبر عن الشيخ اللي هو وضع الشيخ ياسمه قرداوي هو الشيخ الجزائي كما عرفته راح يتنسي قلبه هو ده بيقدم الشيخ بطريقة منتكملة يعني هو ده بيقدم الشيخ كاملا لكن هو الشيخ يعني ممكن طرف حياته من خلال كتب وكلها لكن الشيخ ياسم قرداوي ربنا يحفظه ربنا يحفظه وأنا أعتصال المستمر دي هو قدم الشيخ كله في كتابه واحد يعني الشيخ كما عرفته كما عرفتنا أشكرك أستاذ محمد عبدالقدوس الكاتب الصحفي وزوج ابنة الشيخ محمد غزالي كنت معنا عبر الهاتف من القرى شكرا جزيلا لك الشيخ محمد صغير يعني لا نستطيع أن نحوي كل ما نصيع أن نعلم عن الشيخ محمد الغزالي في حلقة أقصى عند الشيخ محمد الغزالي قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم أنه كان يعتبر خلاصة رسالة الدكتوراه في فكر الشيخ غزالي طبعا أتوجه بالشكر إلى أسرة الشيخ غزالي لسيما المهندس ضياء والدكتور علاء الغزالي وأخص المهندس ضياء حقيقة لأنه كنت ما زلت في أول البحث وأول كتابة وحباني بكثير من الفضل حتى أنه أعطاني مؤلفات الشيخ غزالي كاملة أكثر من سبيل مؤلف وده في هذا الوقت كانت بالنسبة لي هي الثروة العلمية ثم لأملك من الثروة المادية ما أشتري به الكتب مرة واحدة فإن شاء الله في ميزان حسنات الشيخ غزالي وفي ميزان حسنات الأسرة الكريمة ما تفضلت به قضية القدس اللي هي القضية المحورية للأمة بصفة عامة وكانت في أجل صورها في فكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حتى أنني في نهاية تطوافي في رسالة الدكتورة مع الشيخ محمد الغزالي خرجت بهذه الخلاصة وهذه النتيجة أن العلماء المتقدمين مثل ابن أبن عز الحنفي لما شرح العقيدة الطحوية لما نجد كتاب العقيدة الطحوية كتاب في العقيدة وفيه باب المسح على الخفين المسح الخفين رخصة وتوضع في الوضوء لما مقدمة الصلاة في فقه الفروع فكيف أضفها في العقيدة اللي وفقه الأصول فقالوا لأن الشيعة أنكروا المسح على الخفين وهو مروي بحديث متواتر فهذا ليس إنكارا لرخصة وإنما هو باب لهدم السنة فلذا لابد أن نذكر به في قضايا العقيدة للأصول فقه الأكبر فقلت إذا كان الأوائل حرصوا على رخصة لأن تبقى في الأمة وحافظوا على السلسلة والسند المتواتر فينبغي أن توضع قضية القدس والأقصى في أبواب العقيدة الآن لابد أن نضع في أبواب العقيدة الشيخ غزاني يقول لن ننتصر على اليهود إلا إذا كانت الدبابة التي ترفع راية التلمود أمامها دبابة ترفع راية القرآن لذا قال هذه المعركة معركة المصحف وكلمة معركة المصحف هي آخر موقف عليه الإمام البنة رحمه الله إمام البنة من آخر موقف عنده ومن آخر ما كتب قال المعركة مش الآن مش بعد الانقلاب ولا الاستبداد ولا لا قال المعركة على هذا الدين المعركة على المصحف هؤلاء ليس لهم معركة مع حزب ولا فصيل ولا شخص ولا جماعة إنما هم وجهوا سيامهم تجاه كتاب الله عز وجل فقال معركة المصحف أن تقاد أن يرفع القرآن أمام الدبابة أما أن يقاتل اليهود من أجل التوراة وأن نقاتل نحن من أجل الأرض مقابل السلام وبالمناسبة ترامب يقول السلام مقابل السلام مش هم موضوع الأرض هذا فالشيخ محمد الغزالي ركز هذه القضية ووضحها وقلت اقترحت في رسالة الدكتوراه أن يوضع هذا النص فيما يحفظ في عقيدة المسلمين لماذا القدس عقيدة؟ لأنه أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين التي تشد إليها الرحال ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة ينبغي أن نحفظها لأولادنا لازم كل ابن عندك كل طفل أي معلم أي مدرس قل له الأقصى عقيدة أولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله لا يخص فصيلا ولا يخص جماعة ولا يخص جنسا وإنما كل مسلم على وجه الأرض مسؤول عن الأقصى والأسرى دكتور وصفي في الحديث أيضا عن المنتوج الفكري لشيخ محمد الغزالي كان له اشتباكات منها ما قال أن الحديث حول أتدين الشكل وكيف أن المسلمين أصيبوا بأتدين الشكل وليس تدين الموضوع ماذا كان يقصد بتدين الشكل الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي قضى حياته وكلها في جبهتين أساسيتين الجبهة الأولى هي جبهة محاربة الاستبداد والزحف الأحمر والشيوعية والرأسمالية والعلمانية إلى آخره ونصف حياته الآخر كان مكرسا في حياة الشيخ محمد الغزالي بما تفضل به الأستاذ محمد عبد القدوس في محاربة التدين الشكلي أو ما اسمه بالتدين المغشوش ولهذا ظهر في فقه الشيخ محمد الغزالي ما يسمى بفقه النسب بين الأعمال فقه مراتب الأعمال لبعد كده تطور أصبح فقه الأولويات فكان الشيخ محمد الغزالي يرى أن التدين المغشوش هذا هو الإنسان الذي يذهب إلى المسجد يصلي ثم يصوم ويتصدق وهو فضل معاملة غليظ على الناس ليس هينا لينا هو ذلك الإنسان الذي يهتم بالمظهر ولا يهتم بالمخبر الذي يهتم بالشكل ويهمل الموضوع الذي يعطي أولوية كبيرة للعناوين ويهمل ما يتعلق بالمضامين الشيخ الغزالي كان مهتما اهتماما كبيرا بفقه النسب بين الأعمال أو فقه مراتب الأعمال كما كان مهتما بفقه عمارة الحياة عمارة الحياة يقول إن بناء المصانع يعدل بناء المساجد حينما نبني المصانع نحقق الاكتفاء الزاتي للأمة نشغل شباب الأمة يكون هناك استقلال اقتصادي ومالي للأمة هذا في الإسلام يعدل بناء المساجد الشيخ الغزالي مثلا كان له اهتمام خاص بالمرأة كان المرأة تقدير كبير عند الشيخ الغزالي وكتابه دال على فكر الشيخ محمد الغزالي ناحية المرأة قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة تقاليد الراكدة التي نشأ عليها الناس أعراف اجتماعية عادات تقاليد ينشأ الناس عليها ويحسبونها من الإسلام وهي ليست من الإسلام وهناك تقاليد أخرى وافدة تقاليد الغربية التي سمهاها الأستاذ محمد عبد خدوس الخواجة أراضي الشيخ الغزالي أن يحرر المرأة من التقاليد الراكدة والعادات والتقاليد الوافدة ويقدم رؤية الإسلام الحقيقية عن المرأة ومكانتها وأهمية دورها في جنبات الحياة جميعا وعلى رأسها الأسرة أنا يعني حلقة واحدة بصراحة لا تكفي للشيخ الغزالي ناحية حلقة عن جهود الشيخ الغزالي مع القرآن عن جهوده مع السنة عن جهوده في الدعوة عن جهوده في الفكر عن جهوده مع المرأة وفكره مع المرأة عن جهوده مع الأخلاق عن جهوده مع العقيدة جهوده مع التزكية حينما تقرأ كتابه في فقه السيرة وأنا أعتبره أعظم ما ألف الشيخ محمد الغزالي مع كتاب بعتزل لك دكتور وصفي لأن وقت البرنامج قد انتهى أشكرك دكتور وصفي أبو زيد وأستاذ المقاصد الإسلامية شكرا جزيلا لك كما أشكر أيضا نيف الأستودي وفضيلات الشيخ الداعية الدكتور محمد الصغير شكرا جزيلا لكم وربما يعني الأعمال بخواتمه فقد ختم للشيخ محمد الغزالي في الحجاز ودفنا في البقيع بجوار الإمام مالك فرحمة الله على الإمام محمد الغزالي ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين بهذا ينتهي لقاء اليوم نشكركم شكرا جزيلا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة